موسيقى مساء الخير ورقة جديدة لابتزاز السوريين وجمع الأموال منهم هذه المرة مشروع تغيير الهويات الشخصية هي خطة نظام الأسد القادمة لإجبار ملايين السوريين على مراجعة مؤسسات النظام والتعامل معها ما الغرض من استبدال الهويات الشخصية في هذا الوقت وما هي الإجراءات المطلوبة هذا ما سنتحدث عنه في المحور الأول من هنا سوريا في المحور الثاني سنتحدث عن حرب التخوين القائمة اليوم بين وسائل إعلام النظام وقناة الميادين قناة الإخبارية تابعة للنظام الأسد تصف عمل الميادين بالاستعراضي وموالون يطالبون بطرد مراسل مكتب الميادين في دمشق فما هي الحكاية؟ حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجدداً صرح محمد الشعار وزير داخلية نظام الأسد بأنهم يعملون على مشروع تغيير البطاقات الشخصية السورية منعاً للتزوير كما ادعى تساؤلات عديدة طرحت عقب هذا التصريح عما إذا كان النظام يخطط لإجبار السوريين على دفع رسوم بمبالغ مرتفعة لقاء إصدار الهوية الجديدة كما فعل سابقاً بموضوع تجديد جوازات سفر نتابع التقرير ونعود للحديث نظام الأسد وبعد أن جعل المواطن السوري يعيش كل أنواع الرفاهية والراحة خلال السنوات الماضية ووفر له كل سبل الراحة في دوائره الحكومية والمدنية التي دمرت بنسبة كبيرة نتيجة قصف طائراته الحربية وبراميله المتفجرة يفكر حالياً وبشكل جدي لحمايتهم من عمليات التزوير التي تطال الوثائق الرسمية وذلك من خلال مشروع لتغيير الهويات الشخصية في سوريا وهي خطوة تدعو إلى الاستغراب فنظام الأسد المعروف دولياً بنسب الفساد في دوائره الحكومية يسعى لحماية من تبقى من السوريين من التزوير والاحتيال وكالة سبوتنيك الروسية وعلى لسان وزير الداخلية التابع للنظام محمد الشعار نشرت على إحدى صفحاتها أن الوزير أكد لها أن وزارته تدرس مشروعاً لتغيير الهوية الشخصية للسوريين بحيث لا تكون قابلة للتزوير الأمر الذي يذكرنا بالتعميم الذي أصدره الشعار لدوائر الأحوال المدنية بمنح البطاقة الشخصية للمغتربين وذلك بمجيب كتاب يحصل عليه المغترب بشكل شخصي من وزارة الخارجية والمغتربين الحديث مجدداً عن تجديد بطاقات الهوية الشخصية للسوريين يعيد إلى أذهاننا الشائعات التي نشرتها مواقع موالية للنظام عن سحب الجنسية السورية من المواطنين الذين لا يقومون بتجديد بطاقات الهوية الشخصية بشكل شخصي في الداخل السوري ويدعونا للتساؤل هل هذه الخطوة الجديدة تأتي في سياق تلك الشائعات القديمة لحرمان المغتربين من الهوية أم هي عملية استغلال مادي لحاجة السوريين من خلال إجبارهم على دفع رسوم عالية لقاء تجديد جوازات سفرهم ولماذا يتم ربط تجديدها بالمغتربين أصلاً إذا كانوا حاملين لجواز السفر كوثيقة رسمية متعارف عليها دولياً لتسير معاملاتهم ولا يحتاجون للهوية الشخصية على الإطلاق حول هذا الموضوع ينضم إلينا اللواء محمود علي قائد قوى الأمن الداخلي في الحكومة المؤقتة معنا من اسطنبول وأيضاً الخبير القانوني من غازي عنتاب المستشار بسام طبلية مساء الخير وأهلاً بكما أبدأ مع اللواء محمود علي اليوم يأتي الإعلان عن مشروع تجديد الهوية الشخصية من قبل نظام الأسد يعني هل هو لجمع المزيد من الأموال مساء الخير أختي الكريمة أهلاً بك لكي وللسادة المشاهدين بداية ليس هذا الإجراء الأول الذي اتبعه النظام في دمشق سبق هذا الإجراء هو إجراء آخر تبديل جوازات السفر ورفع قيمتها والحد من المد الزمني المستوجب أن تكون ممنوحة للأشخاص لقاء الرسوم التي يدفعونها نعم أما بالنسبة للسؤال حول موضوع الهوية الشخصية هذا أحد أساليب النظام السيئة من أجل دفع المواطن السوري إلى الحصول على دفع المواطن السوري باتجاه سلوك غير قانوني من أجل القيام بمعاملته بمعنى عندما يتم تبديل الهوية الشخصية القديمة بأخرى جديدة كما زعم النظام وكما زعم وزير داخليته حرصاً على عدم تزوير الوسائق هل تزوير الوسائق مرتبط في هذا الموضوع قطعاً لا الدولة التي تحترم نفسها لديها نظام أمني مشدد بالنسبة للبطاقات الشخصية أو الوسائق المتداولة بين المواطنين مثل جوازات السفر والبطاقة الشخصية أما المقصود حقيقة فهناك سلاسة أهداف للنظام الأول هو جعل كل الأشخاص اللجزينة غادروا الأراضي السورية محرومين من هذه الوسيقة لأنهم يخشون على أنفسهم من الدخول إلى النظام أو إلى مناطق النظام والحصول على البطاقة وبالتالي لا يمكنهم الحصول عليها حتى أن النظام أو وزير الداخلية في النظام قال أن الممثليات في الخارج هي السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل لا يحق لها منح هذه البطاقة اثنين جباية الأموال لقاء رسوم طائلي لأن النظام يبتز المواطنين بحاجتهم لتبديل الهوي إذا نظرنا إلى الوضع القانوني السوري على مستوى القطر غالبية المعاملات التي يقوم الأشخاص بإجرائها بينهم وفي الدوائر الرسمية لأي معاملة مثل التسجيل العقاري أو نقل الملكيات يحتاجون إلى بطاقتهم الشخصية بمعنى إذا لم تكن تحمل بطاقة شخصية فإنك كمواطن سوري لا تستطيع على الإطلاق أن تنجز أي معاملة وأضرب مثالا على ذلك كثير من السوريين في الخارج قاموا قبل مغادرتهم بتنظيم وكالات لأقربائهم أو أهلهم أو أصدقائهم وكالات عامة من أجل تسيير بعض المعاملات داخل القطر فعندما لا تملك هوي جديد إذن أنت لا تستطيع أن تقوم بإجراء أي معاملة السبب عند تقديم الأوراق أول ورقة تطلب لإنجاز المعاملات إن كان في الدوائر المدنية أو العقارية أو غيرها هي الهوي الشخصية أو صورة عنها فإذا المواطن لا يملك هذه البطاقة إذن توقفت كل أعماله على الإطلاق هذه أحد مطاردة النظام وابتزازه للمواطنين السوريين السبب الحقيقي وراء الموضوع أن كل من قال للنظام لا وطالب بالحرية والعدالي والموساوى يجب أن يلاحق والنظام هو من أكثر الناس تفننا وابتكارا للأدوات التي يطارد فيها مواطنين إن كانوا في الداخل أو في الخارج بسبب أو بلا سبب هذا من وجهة نظري الحقيقي نعم المستشار بسان طبلية مساء الخير يعني بعد كل ما جاء فيه سيادة اللواء هل ترى أن هناك فعلا حاجة حقيقية لإصدار هويات شخصية جديدة من قبل نظام الأسد في الوقت الذي تبدو فيها الكثير من المدن السورية ومسوعة على الأرض بسبب قصف برامله في الحقيقة لا أرى أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لإصدار هذه الهويات وإنما هذا القرار أو المرسوم يهدف في طياته إلى إبعاد الناس من أجل إكمال الحلقة بالنسبة للتهجير القصري والتغيير الديمغرافي إذ أن المواطنين المعارضين بالنسبة لنظام الأسد لن يستطيعوا القدوم إلى سوريا وبالتالي سوف يكونوا بمرحلة لاحقة في الحقيقة عديمي لا يحملون الهوية السورية وبالتالي يمكن أن يواجهوا صعوبات في مرحلة لاحقة ناهيكي أن هذا الموضوع أراه أيضا من شقه الآخر الخفي في الحقيقة هو تمهيد لتقسيم سوريا أيضا بمرحلة لاحقة أن النظام يستعد خلينا نقول لتقسيم سوريا بالنسبة لمنطقة الساحل وحمص ودمشق أيضا أنه يدرك تماما أنه لن يستطيع استعادة إدلب وكذلك لن يستطيع السيطرة بالنسبة للمنطقة الشرقية فبالتالي يقوم بتنظيم بالطريقة غير مباشرة بتنظيم هذه الهويات من أجل أبعاد الناس المعارضين وبالتالي في الحقيقة سوف يكون هناك إشكاليات لاحقة بالنسبة إليهم إذ أننا ندرك تماما أهمية هذه البطاقة الهوية وفي ذلك أيضا في الحقيقة نعتبره من الناحية الدولية نعتبره أنه أيضا انتهاك يضاف للانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد من أجل هذا التغيير الديمغرافي والتهجير القصري إذ أن هذا أولاء الناس سوف يقومون في الحقيقة بطريقة غير مباشرة سوف يقومون الكثير من حقوقهم سواء المتعلقة بالملكية أو الملكية المعنوية أو شيء من هذا القبيل فبالتالي سوف يكون هناك الكثير من العقبات بالنسبة إليهم سيادة لواء برأيك من هي الشريحة المستهدفة بشكل مباشر من هذا القرار الذي يتم الحديث عنه اليوم وهل ترى بأنه قابل للتطبيق في الوضع الراهن؟ أختي الكريمة الشريحة المستهدفة هي ليست حقيقة شريحة كل الذين هجروا خارج سوريا ويقدر عددهم تقريبا حوالي 5 ملايين بني آدم هذول الأشخاص هن المستهدفين حقيقة بالدرجة الأولى وبالدرجة الثاني الأشخاص أو المواطنون السوريون الذين تم تهجيرهم من مدنهم وقراهم إلى الشمال وإلى مناطق أخرى هؤلاء هم المستهدفون المستهدف حقيقة أكثر من نصف الشعب السوري هذا يعني حقيقة شيء لا يطاق على الإطلاق ولا يجوز من الناحي القانوني أو الدولي وإن الزرائع التي يتزرع بها النظام موضوع التزوير وغيره هذا الموضوع عاري عن الصحة إلى أبعد الحدود نعم أستاذ بسام يعني كما ذكر سيادة اللواء بأنه دول الجوار من الممكن أن تتأثر بوجود لاجئين موجودين فيها أيضا مناطق أخرى في الداخل السوري المتواجدين في الخارج السوري يعني ما هي المخاوف التي تأتي مع هذا القرار يعني أولا إذا أردنا أن نتكلم عن المهاجرين الذين غادروا سوريا فهؤلاء معظمهم سواء هاجروا إلى خلينا نقول دول الاتحاد الأوروبي أو للدول المجاورة من الناحية القانونية لا يستطيع اللاجئ وفق التعريف الدولي لا يستطيع أن يعود إلى سوريا وإلا يعد ذلك هو تنازل عن الحماية الدولية هذا يعني في الحقيقة أنه سوف يضطر أن لا يعود إلى سوريا بسبب هذا الموقف بسبب طلبه اللجوء وكونه موجود خارج البلد طيب دعونا نتحدث بشكل أبسط مثلا عن المتواجدين داخل لبنان وهم لا يعاملوا معاملة لاجئين يتم تسميتهم يعني المعاملة الداخلية لهم معاملة نازحين يطلب الكثير من الأوراق منهم يعني يجب أن تجلب من سوريا وعادة ما تجلب عبر وكالات قانونية وما إلى ذلك هل تعتقد بأنه من الممكن أن يتم تسهيل هذه الأمور أم أنه سيتم تعقيدة أكثر لا في الحقيقة هي كلمة الأمر يزداد صعوبة بالنسبة للمهاجرين وبالتالي سوف يكون لزاما عليهم في مرحلة لاحقة نتم إعلان عدم الاعتراف بالهويات السابقة وأنه يجب على المواطن أن يحصل على الهوية الجديدة الأمر الذي يعني أن هذا المواطن سوف يضطر بالنهاية المطاف إما الهروب والخروج من اللبنان والعراق والأردن على سبيل المثال وأما أن يعود إلى سوريا إذا لا يشعر يكون هناك خطر على حياته ونحن نعلم أن هناك الكثيرين من السوريين وأنا أعلم هذا الموضوع أن هناك أكثر من 67 ألف مطلوب هذا الحكيم من أكثر من سنتين على الحدود اللبنانية مطلوبين من خلال القوائم لحزب الله فبالتالي لا يستطيع حقيقة أن يتوجه هذا الإنسان المعارض أن يتجه باتجاه سواء الدوائر الحكومية اللبنانية أو بالنسبة أن يعود إلى سوريا الأمر الذي يعني في الحقيقة هو بطريقة بمرحلة لاحقة سوف يتم إلزامها أو تم الإعلان أنه قد تم تجريد تجريده من الجنسية أنا لا أستبعد هذا الصدور مثل هذا المرسوم خلال تغيير قوانين الجنسية وبالتالي كل من لا يستطيع الحصول على رقم وطني جديد على سبيل المثال سوف يتم تصنيفه يحمل جنسية بدرجة تانية تمهيدا لطرده أو جعله بدون جنسية يعني ألا يستبعد هذا الموضوع في الحقيقة بالنسبة لهذه النظام نعم سيادة لواء هل توافق مع ما جاء فيه هذه ليست الوقت المناسب إذا ما أردنا نعم يعني دعني أشرك لأستاذ سيادة لواء بهذه الفكرة هل توافق مع الأستاذ بسام عن أنه من الممكن أن تسحب جنسية المواطن السوري إن لم يقم بالحصول على رقم وطني يعني بهذه الشائعات التي كانت قد صدرت سابقا اليوم يعني من الممكن أن تكون أكثر واقعية مع صدور هذا القرار أنا بوجهة نظري الشخصي لا يستطيع النظام رغم كل ما يفعله من طرق ملتوية ومن اشتراعات جديدة في كثير من الأمور التي تتعلق بالمواطنين لا يستطيع النظام حقيقة سحب الجنسي من المواطن السوري إلا ضمن شروط محددة في القانون وإن كان النظام غير عاجز ولا تعوز الوسيلة إلى تعديل القانون أو إصدار تشدريعات جديدة عبر مجلس الشعب أو ما يسمى مجلس الأسلام الناطقة بسحب الجنسي من المواطنين السوريين الذين لم يحصلوا على البطاقة الجديدة إنما السؤال المطروح إذا كان المواطن السوري يحمل جواز سفر وهي وسيقة صادرة عن الدول السورية ما المبرر القانوني لإصدار هويات جديدة الجواز يحتوي كافة المعلومات الموجودة في البطاقة الشخصية أو بطاقة الأحوال المدنية نعم هذه الفكرة التي ابتدعها النظام من إحداث البطاقات الجديدة وتبديلها بالقديم هي فقط لا تتعدى مضايقة المواطنين ومطردتهم والابتزاز وجمع الأموال أما من حيث الأمور الأخرى أنا لا أعتقد أن لها أي أساس لا قانوني ولا منطقي وهذا يعرفه الذين درسوا القانون الدولي ولدهم الطلاع على القوانين الدولية لا يستطيع النظام سحب الجنسي إن كان في الدول السوري أو في غيرها إلا ضمن سلوكيات محددة محددة في القانون الداخلي تسحب الجنسية من المواطنين السوريين في حالات محددة ليس منها عدم الحصول على بطاقة أحوال مدني أو البطاقة الشخصية مستقبلا هذا رأي شخصي نعم ولكن سيادة لواء ألا ترى بأن هذه القرارات أو الحديث عنها من الممكن أن يبث الرعب في نفوس بعض السوريين المتواجدين في مناطق ما في دول الجوار على أقل تقدير ويدفعهم للعودة إلى مناطق النظام بسبب هذه الشائعات التي ينشر نظام الأسد بأنهم سيجردوا من الجنسية ومن حقوقهم أيضا إن كانت لهم حقوق على أقل تقدير في مناطق نظام الأسد بالنسبة للموضوع المواطنين الموجودين في الدول المجاورة أو الدول الأوروبية أختي الكريمة حقيقة ممكن في ناس كثير من الناس المسطاء ممكن أن تختلجهم المخاوف من جراء هذا السلوك ولكن نحن كمعارضة كمعارضة سياسية يجب أن ننشط إعلاميا ونوضح للإخوة المواطنين السوريين الموجودين خارج النظام وخارج أراضي النظام أن هذا الموضوع لا يمكن أن يؤثر عليهم بشكل أو بآخر والوسائق دعينا ننتظر حتى تصدر الوسيقة ونرى ما يترتب عليها من الناحي القانوني إن كان بالمرسوم الذي سيصدر أو باللواحة التنفيذية وبعدها نقرر ولكن يجب أن نبذل جهد إعلامي ونعرف الإخوة المواطنين من أن هذا الموضوع ليس بالأهمية التي يعني يقدرها بعض المحللون أو يعطوها الأهمية الكبرى بأنها ستقطع رأس المواطن أو ستنكبل المواطن صحيح هناك إشكاليات في المعاملات في الداخل ولكن هذه الأمور ستحل اثنين من قال أن النظام السوري سيستمر إلى الأبد هل يعلم أحد ما من المعارضة أو الموالاة أو أي جهة دولية أن نظام بشاري الأسد سيستمر لعدة شهور لحين انتهاء مشروع القانون وتسليم البطاقات للمواطنين هذا موضوع متروك للمجتمع الدولي والنظام ليس صاحب قرار لا هو ولا دعمه فدعونا منتظر الوقت نعم أستاذ بسام هل تتفق مع سيادة لواء بأن هذا الموضوع يعني يتم المبالغة في الخوف منه اليوم يعني خلال هذه المناقشة في البداية دعيني أرد عليه على سيادة لواء في الحقيقة إذا تم تغيير الدستور خلال نصف ساعة وإنقاص العمر الافتراضي لرئيس الجمهورية من 40 إلى 34 سنة فليس هناك ما يمنع من تغيير قانون الجنسية خلال ربع ساعة وبالتالي وضع قيود شديدة من أجل تجريد الناس من جنسيتهم دعني أوضح هنا أن القانون الدولي يمنع في الحقيقة يمنع على الدول بشكل عام أن تجرد الناس من جنسيتهم بحيث يصبحون عديمي جنسية أنا أتصور أن سوف يتضمن القانون إذا لم تم تعديله بمرحلة لاحقة أنه سوف يكون أكثر تأثيرا بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على جنسية أخرى بمعنى أن أولئك الموجودين في أوروبا الذين حصلوا على جنسية أخرى هؤلاء يمكن أن يتأثروا بهذا القانون هذا أحد المخارج بالنسبة لهم على اعتبار أنه لا يمكن أن يجعل الشخص عديم الجنسية بالنسبة للأشخاص الموجودين ضمن الأردن اللبنان والعراق على سبيل المثال هؤلاء في الحقيقة هم سوف يشعرون بالخطر وبالتالي لا يمكن العودة إلى سوريا بسبب الخطر على تهديد حياتهم السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا يتم السماح للسفارات بأن يقومون بهذه المهمة نحن نعلم أن القنصل في السفارات هو يقوم بمهمة كاتب العدل ويقوم بتثبيت حالات الزواج والطلاق والولادة وغيرها وبالتالي من الناحية القانونية هو يستطيع أن يقوم بتثبيت هذه الحالات لماذا لا يسمح بالسفارات القيام بهذه المهمة إذن الهدف في الحقيقة هناك أهداف ضمنية مستترة لا يريدون الأفصاح عنها وهي التضييق على الناس وألزامهم بالعودة في هذا الصدد ومن لا يرغب في العودة سوف يكون هناك عقبات أو عوائق بالنسبة له وخيمة للمواطنين الذين لا يرغبون بالعودة إلى سوريا ذلك في الحقيقة أتصور أن هذا المرسوم إذا صدر نعم هل من الممكن أن يربط نظام الأسد إصدار هذه الهوية الشخصية بتجديد جوازات السفر أو استصدار جوازات سفر جديدة وعليه يترتب المزيد من التضييق المزيد من السمسرة في هذا الصدد أيضا نحن نعلم أن هناك جوازات قام بإصدارها الإتلاف وهناك جوازات العديد من الجوازات المزورة ولكن تلك الجوازات السفر لها أرقام محددة وهي معممة وهي منتشرة لكافة الدول وبالتالي كل من يستخدم جواز السفر الإتلاف يتم القبض عليه في دول أوروبا فبالتالي نحن نعلم أن الجوازات المزورة محدودة ولكن العملية أن يقوم إصدار جوازات السفر النظام محصور فيه لأنه هو المرترف به من الناحية القانونية والدولية لذلك في الحقيقة أي إصدار هذه الهويات وربطها بمرحلة لاحقة بالجوازات السفر سوف يكون الهدف الحقيقي الأول المعلن هو التضييق على الناس المعارضين بالنسبة لهم كما ذكرت أو أقرر السؤال لماذا لا يتم السماح للقنصليات أو السفارات بأخذ هذه المهمة بحيث يقومون بتسجيل المعلومات والديتا استناداً لما يحملونه من وثائق تثبت أنهم سوريون ويمكن للسفارة بمراجعة السجلات لدى الحكومة موجودة داخل سوريا وتأكد من صحة هذا الموضوع والتامي لإصدارها الأهوية بالنسبة له لماذا على سبيل المثال هذا الأمر متاح بالنسبة للوكالي لماذا هذا الأمر متاح بالنسبة لجواز السفر لماذا متاح بالنسبة لك كثير من الوثائق ولكن غير متاح بالنسبة لهوية الأمر هو أنه في الحقيقة يراد التضييق عليه كما هو الحال بالنسبة لموضوع قانون عشر الذي يتم بطريقة غير مبطنة تجريد الناس من ملكياتهم لا يسمح للسفارات أن تقوم بهذه الموضوع لا يمكن المواطن أن يراجع السفارة وبالتالي تعتبر ضمن المد القانونية وإنما يجب عليه الذهاب شخصياً أو خلال عمال تنظيم وكالة هذه الوكالة تحتاج إلى موافقة أمنية التي تصغرق أكثر تصغرق بضعة شهور الأمر الذي يجعل مستحيلاً بالنسبة للمعارض أن يحصل على هذه الموافقة الأمنية مما يؤدي إلى فقدان حقه في الملكية كل هذه الإجراءات تصغف في خانة التضييق على المواطن السوري الذي تعرض لكل أنواع الظلم من قبل نظام الأسد التضييق حتى وهو في الخارج من اللاجئين والمهاجرين وما إلى ذلك في هذا صدد أجرينا استطلاع للرأي حول هذا الموضوع سألنا اليوم هل تعتقد أن نظام الأسد يسحع لابتزاز ملايين السوريين وأجبارهم على دفع رسوم مرتفعة لقاء أصدار هويات جديدة لهم كما فعل سابقاً بموضوع تجديد جوازات السفر إجابات كانت 96% بيقولوا أنه نعم لجمع الأموال بينما 4% يروا بأنه لا يهضف النظام لجمع الأموال سيادة لواء هل فعلاً توافق مع نسبة الأربعة بالمئة بأنه لا يسعى لجمع الأموال ولماذا؟ أنا قطعاً لا أوافق نسبة الأربعة بالمئة وإنما أنا مع النسبة الأخرى الذي هو موضوع اتزاز للمواطن والتضييق عليه وجمع الأموال وأحب أن ألفت النظر أو أقول شيئاً يعرفه أكثر المواطنين السوريين الذين هم في الخارج جواز السفر المستعجل الذي يمكن أن يصدر عن السفارات ويمنح للمواطنين السوريين يكلف حوالي تقريباً ما يعادل ألف دولار بينما قيمة الجواز الحقيقي لا تتجاوز دولار أو اتنين على الحد الأعظم ألا يعتبر ذلك ابتزاز وجمع أموال قطعاً هو ابتزاز وتضييق على المواطنين وأرد أن أذكر مرة أخرى أن موضوع البطاقة الشخصية هو لعرقلة وأسد الطرق على المواطنين من أجل إنجاز معاملاتهم في الداخل بشكل عام وأريد أن أنوه نقطة بالنسبة للأخ بسام ضيفك تحياتي إلو أنا حقيقة بالنسبة لموضوع القانون الدولي والجنسيات المزدوجي أنا عندما أكون أستطيع أن أدخل إلى سوريا لن أحصل على جنسية أخرى وسأتخلى عن أي جنسية أخرى عندما يسمح الوقت بذلك وإذا كان الوضع في سوريا لا يسمح لي كمواطن سوري أن أعود فسأبقى في الدولة التي منحتني هذه الجنسية أو الإقامة هذا من حيث المبدأ فدعينا ننتظر بعض الوقت حتى نرى وهذه أساليب النظام كل الناس يعرفها موضوع تعديل الدستور ب13 دقيقة كل العالم يعرف ذلك ولكن السؤال المطروح وأنا قلته ذلك دعينا ننتظر لنرى هل سيستمر النظام السوري سنوات أخرى حتى يسقط هذا النظام أو حتى يشقط المجتمع الدولي بشيء من الضمير ويتخذ قرار بحل الأزم السوريين يجب الوقوف بوجه هذه الطرق على أقل تقدير من قبل مؤسسات المعارضة إن وقفت رجل واحد هذا التضيق على السوريين هو تضيق غير مقدول ولكن أختي الكريمي ست أحلام المجتمع الدولي مطالب بشكل حقيقي وفعلي أن يقوم بحل المسألة السورية حلا سياسيا عادلا وفقا لمبادئ السورة هذا من جانب الجانب الآخر النظام السوري يجب أن يحاسب من الناحية الدولية أما المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة هو يدير الصراع كما يقول في سوريا ولم يتخذ القرار السياسي بحل الأزمة نعم ومؤسسات المعارضة أيضا مطالبة يا سيادة لواء بأن تقف بكصف واحد لمواجهة كل هذا ولتتحدث بصوت رجل واحد كما يقال لتستطيع على أقل تقدير أن تقفر بشهة نظر أمام المجتمع الدولي دعني أنتقل في سؤال الأستاذ بسام طبليا أنا معك تماما بس دعيني لحظة واحدة ست أحلام المعارضة يجب أن تكون كلمتها واحدة إن كانت سياسية ولا معارضة عسكرية صحيح ولكن أنت تدركين ما هي العوامل والظروف التي تعيش فيها المعارضة في المعارضة بشقيها السياسي والعسكري المعارضة وضحة يعني غير مريح من كل الجوانب ونأمل من الأصدقاء أن يبكوا أصدقاء لنا قولا وفعلا وأن يقوم المجتمع الدولي بشيء من وازع الضمير لحل المسألة السورية وتحقيق أهداف السورة للمجتمع العربي السوري نعم أستاذ بسام بالعودة إلى السبب الرئيسي الذي دفع وزير الداخلية لهذا التصريح وإصدار هذه الهويات الجديدة والحديث عنها وهو منع التزوير هل فعلا الهوية الشخصية من الممكن أن تمنع التزوير؟ يعني تحد إلى حد كبير بالنسبة لموضوع التزوير ممكن أن يكون ذلك لأنه خاصة سوف يكون الموضوع مرتبط بأرقام جوازات سفر محددة ومرتبطة بهوية أرقام معينة سوف يكون مسألة سبيل المثال بدل ما تبدأ بحرف الـ N مثل ما نعرف هنا بالنسبة لجوازات السفر سوف تبدأ بحرف مختلفة بالنسبة للرقم الوطني لذلك قد يمكن إلى حد ما تقوم بالحد من هذا الموضوع ومعرفة الجوازات السفر التي تم إصدارها من خلال النظام ولكن دعيني أرد هنا على نسبة التصويت بالنسبة الذي يجري تموه في الحقيقة لا أرى أن الهدف الموضوع هو المادي من أجل جمع الأموال عندما يرتبط الأمر بجوازات سفر وسفارات سوف يكون هناك التعامل بالدولار و800 دولار سوف يتفحها أو 400 دولار يتفحها لمواطن خارج القطر أما بالنسبة للهوية فسوف يتم التعامل بالليرة السورية وبمبالغ بسيطة لأنه سوف يشمل كافة السوريين داخل سوريا إذن سوف يكون قد يكون هناك عملية التنظيم ولكن ليس الهدف منها مادي هناك أهداف سياسية يجري تهدف إلى ذلك هناك أهداف أخرى تهدف كما هناك التضييخ على الناس المواطنين ولكن ليس أذن أستبعد إلى الهدف المادي في هذا الصدد نعم شكرا جزيلا لك الخبير القانوني المستشار بسام طبلية كنت معنا من غازي أنتاب شكر موصول أيضا للواء محمود علي قائد قوى الأمن الداخلي في الحكومة المؤقتة كنت معنا من أسطنبول شكرا لكم فاصل قصير ونعود لمتابعته هنا سوريا